أخذوك خليلا ولولا لم تنفسنا ترقدك تتركا إليهم شيئا مرقلا إذا لأدقنا تضيع الحياة وضيع الممات ثم لا تجد لك علينا نشيطا فإن قادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا للا يربطون خلافك إلا وإلا سنة حام صد أرسلنا قبلها من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أغمش ولا تردوك الشمس إلى وسط الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد فيها في لدلة عسى إليه يبعثك ربك خطاما محمودا فقول رب أدخلني مدخل الشدق وأخرجني مخرج الشدق وجعلني من لدن سرقانا نشيرا رب جاء الحق وزفق الباطل إن الباطل كان سهوقا والمنزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا فهمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأب جانبه وإذا مسه الشر كان يوسى والكل يعمل على شاكلته وربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح كل الروح من أبن ربي وما أتيتم من العلم إلا خنيلا وإن نشئنا لنذهبن في الذي أوحينا إليه وما لا ندرك به علينا وكيلا إلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا والمئم اجتمع للإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القصان لا يأتون بمثله ولو كان فعب بقعد يما مظهرا لقد شرفنا للناس في هذا القرآن منها كل مثل فأبا أفترنا سيرها كفورا والغلولا نؤمن لك حتى تفجر لها من الأرض يمبوعا أو تكون لك جنة من أخير وعنبا فتفجر الأنهار فلا لها تفجيرا أو تسقط السماء فما زعمت علينا سفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأ قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسولا فما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أنطاره فبعث الله بشر رسولا قل لو كان في الأرض ملائل يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملك رسولا والطفا بالله شريدا مني وليلكم إنه كان بعباده خبرا بشيرا ومن يهد الله فهو المهتد ومن يهد البلد تجلاه أضياء من دونه ونحفرهم يوم القيامة على وجودهم عجوا وظفما وثفما مأغاهم جهنم كلما خبث الله سعيرا ذلك جزاؤهم جهنم لأنهم فقروا بآياتنا وقالوا وإذا كنا عظاما والفادا لإنا لمرعبتون خلقا جديدا قال إن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم واجعل لهم بجلا لا خيب فيه بابا خالمون إلا